بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم وحياكم الله معكم عساف من شبيب العتيبي وبإذن الله رح أشرح لكم اليوم محاضرة الأناتومي في The Respiratory System قبل أن نبدأ هذه المحاضرة مقدمة من مبادرة تعاون جزاهم الله خير الجزاء طيب بداية يوم بتكلم عن The Respiratory System لازم بتكلم عن The Respiratory System لأن هالمين فنكشن حقة The Respiratory System فالRespiration إيش هي؟ هي بروسس of gas exchange بين Atmosphere and Body Sills يعني يحصل تبادل غازات والغازات نقصد بها هنا غالباً الأكسوجين والكاربون دي أكسايد بين اللنج والبادي سلز السلز تطرح الفاينل بروديكت لها اللي هو الكاربون دي أكسايد وتاخذ الأكسوجين طبعاً في سيكونس معين لها اللي هو يبدأ بالفنتيليشن يدخل الهواء من النوز إلى الفارنكس إلى اللارنكس وإلى التيرمينال الألبيولاي بعدها يحدث gas exchange بين اللنج والبلود ياخذ البلود أيش؟ الأكسوجين من الدم ثم ينقل gas transport into the blood stream ثم يحصل أيش؟ تبادل gas exchange بين البلود والسلز اللي تحتاج البادي سلز وغالباً السلز اللي تكون تحتاج أكسوجين ثم يحدث cellular respiration ويكون في الميتوكوندريا ومن ثم إذا حصل الميتابوليزم وطلع الفاينل بروديكت اللي هو الكاربون دي أكسايد يطلع إلى اللنج وبعدها من اللنج إلى الإكسترنال المثل ما قلنا الميين فانكشن للسلز اللي سيستم هو gas exchange اللي هو الأكسوجين والكاربون دي أكسايد بين البلود and external environment طبعاً النقطة مهمة مهمة جداً 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 وغالباً يكون عليها أسئلة اللي هو الـ exchange of gases take place within the LVU lie فقط only the LVU lie for only site of gas exchange طيب الباقي أورجم ما لها فايدة هل تعمل الباسجوي يعني الباسجوي اللي لها وظيفة اللي تسوي lung purify warm and humidify the incoming air الهواء اللي يدخل عشان يحصل لـ gas exchange لازم يكون بدرجة حرارة معينة برطوبة معينة فالشخص ممكن يكون في بيئة جداً حارة في بيئة جداً باردة في بيئة ملوثة أو بيئة فيها رطوبة عالية فالهدف من الباسجوي هذي إنها تحدد درجة الحرارة اللي هي 37 والرطوبة المعينة لتقدر تسوي lung gas exchange ودخل الأكسوجين إلى البلود طبعاً anatomical نقدر نقسم الـ respiratory system إلى two parts upper respiratory tract و lower respiratory tract الأبر عندنا يشمل النوز واللارنكس والفارنكس إلى أين النك هذا الأبر من بعد الأبر من عند التريكيا نقدر نقول عليه لور التريكيا والتريكيا تنقسم إلى two main bronchi إلى primary bronchi وبعدها اللي هي main bronchi اللي هي primary وبعدها إلى secondary بعدها إلى tertiary إلى أن تعطيني terminal alveoli هذه التقسيمة الاناتومية عندنا فيه تقسيمة functional مثل ما لكرت conducting portion و respiratory portion الـ conducting اللي هي الباسجوي أصلاً اللي ينقلود the nose nasal cavity نيزوفارنكس لارنيكس لارنيكس برونكاي إلين تعطينا إيش الـ respiratory portion الـ respiratory portion هي compost of small airway called respiratory bronchiules alveolar duct alveolar sacs إلى أن تنتهي بالترمنال الـ alveolar يحصل للـ gas exchange فقلنا التقسيمة الـ anatomical الأبر واللور والتقسيمة الـ functional اللي هو conducting فقط توصيل والـ respiration اللي يحصل فيها التبادل الغازات طبعا الصورة هذه ممكن أنها تكون مرعبة ومكذرة الأسهم لكن بس بنتكلم عن اللي نحتاج اللي هو بنتكلم عن الـ nasal cavity هنا بداية مثل ما نشوف هذه الـ nasal cavity هذا cross section لها عندي two opening عندنا external nearest و internal nearest أو نقدر نسميها من هنا quana نقدر نسميها من هنا internal quana الـ nasal cavity مفصولة عن oral cavity هي above oral cavity مفصولة عنه بالبلت من قدام عندنا hard من ورا يكون muscular نسميه soft بلت أيضا مفصولة من فوق عن طريق عظمة اسمها crebriform plate of ethmoid bone طبعا هذه تكون زي المخرمة خرم صغيرة زي المشخاو عشان يدخل الفاكتوري نيرف أو العصب الشمي من هنا فاسمها crebriform فزي ما نشوف هنا الفاكتوري ريسبتور are located in the mucus on the superior service فوق عند الكريbriform طبعا هنا لو نلاحظ في الـ nasal cavity فيه ايش فيه زي الطلعات والنزلات فممكن نرقمها هنا ونقول واحد اثنين ثلاثة اي ارتفاع نسميه كونكا فهذا superior كونكا هذا middle كونكا وهذا inferior كونكا عندنا هنا الخفاضات والنزلات نقدر نسميها ميتس فعندنا superior ميتس middle ميتس inferior ميتس طبعا الفنكشن عندنا 2 فنكشن للنزول والطلوع هذا اول هدف اللي هو increase the service area لانه لو انه كانت شكل واحد راح تقل عند المساحة فاول واحدة قلنا ايش increase the service area النقاط الثانية وتحديدا هذه تخص الميتس هي opening لل baronaisal sinuses اللي هي الجيوب الانفية فالو لاحظين لو تكلم عن baronaisal sinuses لو تذكرون في محافرة البون اللي قد شرحت لكم تكلمت عن نوع من انواع البون اللي هو pneumatic bone pneumatic اللي هو يكون البون اللي داخل فجوات نفس هذا البون هذا هنا في فجوة هنا في فجوة هنا في فجوة وذكرنا منها اللي هي موجود فيها اللي في السكل الباراناسل sinuses cavity with the skull bone surrounding the nasal cavity عندنا في frontal bone في nasal sinuses هنا وعندنا في الاثامويد بس الاثامويد ممكن تظهر هنا عفوا السفينويد هذه وعندنا الاثامويد وعندنا الماقزل طبعا الفونكشن حقها عندنا مثل ما ذكرت انها تخفف وزن سكل لانها فجوات فتقلل من وزن البون وعندنا الفونكشن الثاني اللي هو تعطي سبحان الله لكل شخص له نغمة صوت معينة او voice tone فهي تعطي voice tone لكل شخص تمام طيب بالنسبة للهيستولوجي حق النيزل cavity منقسم الى قسمين قسم اللي هو بيستبيول وقسم اللي هو ايش النيزل فوسة بالنسبة للبيستبيول مثل ما نشوف هنا هو كونتينووس اصلا للسكن فراح يكون سكويموس ميوكوزا وفي هير سكن عشان يسوي فلتر وتراب للارج بارتكل فمثل ما احنا شايفين هنا عبارة عن ايش ميوكوس سكويموس ميوكوزا لانه كونتينووس للنوستر اللي الفتحة النوز الفوسة برضو ينقسم الى قسمين الفاكتري ريجن و نن الفاكتري ريجن الاصفر هذا الفاكتري ريجن مثل ما حنا قلنا عند الكريبري فور من فوق يدخل الفاكتري نير اللي هو العصب الشمي فيحتاج نيورو ايبيثيليم فبالنسبة للجزء الاصفر هذا هو عبارة عن الفاكتري ريجن يحتوي على نيورو ايبيثيليم ويدخل من عنده الالفاكتري نير اما النن الفاكتري ريجن اللي هو هذا كله عبارة عن ريسبايراتوري ايبيثيليم ليش سمت ريسبايراتوري ايبيثيليم لانها في اغلب السيستم هذا نوع الميوكوزة هذا هذا بتشوفه في اغلب السيستم كامل في الريسبايراتوري مثل ما ذكرنا الالفاكتري هو عبارة عن نيورو ايبيثيليم بالنسبة للفارنيكس او البلعوم هو عبارة عن مسكلر فاسج فروم نيزل كافتي تو ذا لارنيكس فهو مقسم الى ثلاثة اقسام يبدأ من عندنا من النيزل كافتي تسمى ايش نيزل نيزوفارنيكس الاورال كافتي اوروفارنيكس واللارنيكس عندنا تسمى اللارينجيوفارنيكس مثل ما هو واضح من النوز نيزوفارنيكس سمبيريور والميدل الاوروفارنيكس ومن عند الانفيريور هو اللارينجيوفارنيكس بالنسبة للتونسل حقية الفارنيكس هذه عبارة مسوية زي الخاتم راح نتكلم عنها وحدة وحدة اول وحدة فوق لو نلاحظ هنا في زي الفتحة هذه الفتحة وش نسميها هذي تونسل اسمها فارينجيال تونسل او ادينوين لو نلاحظ من هنا فونج فارينجيال او ادينويد عندنا برضو عند لسان من تحت اسمها لينجوال تونسل على اللاترال وال على الجوانب عندنا من عند البلت بلتاين تونسل واخيرا من وراه من عند الاوروفارينجيال اسمها عندنا تيوبل تونسل هذه الاربعة مسوية زي الرينج اسمها والدورز رينج هذه هي التونسل حقية الفارنيكس بالنسبة للارنيكس او الفويس بوكس اللي هو الحنجرة عندها وظائف في ال ديقلوتيشن في ال ديقلوتيشن والفويس بروتاكشن في الديقلوتيشن كيف تفيدني في البلع لو نلاحظ هنا اذا اكلنا اكل طبعا ما راح يعني مو المفروض انه يدخل في الارنيكس فراح يجي عندنا الابيقلوتس او لسان المزمار يسكر هذا المجرى ويروح الاكل يكمل مع الفارنيكس فعندنا اول شي في الديقلوتيشن يفيدنا الابيقلوتس مثل ما هو واضح هنا يرفع ويساعد في البلع ايضا في الفويس بروتاكشن الفوكل كورت او الفوكل فولت بمجرد انها تفتح وتسكر تبدأ تسوينا فويس بروتاكشن ايضا عندنا كارتلج للارنيكس اكبر وحدة واول وحدة عندنا الثيرويد كارتلج او ادامز ابل مثل ما ذكرنا عندنا الابيقلوتس اللي هو يفتح يسكر مجرى اللارنيكس وقت الاكل والبلع بالنسبة للتريكيا كده خلصنا الابر ريسبايراتوري تراك الان نتكلم عن اللور ريسبايراتوري تراك اللي يبدأ من التريكيا اللي هي تبدأ اصلا من النك وتنتهي بانقسامها الى تو من برونكاي طبعا طولها 10 سنتيمتر وعرضها 2 سنتيمتر التريكيا شكلها عبارة عن C shape كارتلج C shape كارتلج وش اللي قفل الدائرة هذه مصل لو تلاحظ هنا هذا كله يكون كارتلج اللي يقفل الدائرة هذه يكون مصل ليش سبحان الله الله اراد انها تكون بالشكل هذا عشان تبدأ تتوسع وتسكر على حسب الحاجة اذا واحد في مثلا موقف اجهاد يركض يلعب رياضة راح يعني تتوسع من عند جهة المصل هنا اذا الواحد في وقت راحة في وقت نوم تبدأ ترجع الى حجمها الطبيعي طبعا مثل ما ذكرت انها تنقسم هذا واحد وهذا ثاني من اول نظرة هنا بس السؤال بقول طيب وش الفروق بين الرايت واللفت اول شي يجي عندي انه الرايت شورتر اقصر ثاني ملاحظة عندي انه الرايت وايدر اعرض من اللفت وثالث ملاحظة عندي انه الرايت جاية لاينر او خطية اكثر من اللفت اللي هي جاية مسوية زاوية على اسار هذه بالنسبة للملاحظات لتو مين برونكاي عندي الون مين برونكاي تو مين برونكاي تسويلي سكندري يعني هذا برايمري هذا برايمري يسوي سكندري واحد سكندري ثانين سكندري ثانين سكندري برونك characterize برونكاي برايمري برونكاي تسوي تارتشاري برونكاي علي هذا الآن التريكية عطاني right primary bronchi right primary bronchi عطتني secondary bronchi والsecondary عطتني 1 tertiary 2 tertiary 3 tertiary وهذا نفس الكلام برضو للlift tertiary 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 كل tertiary يروح الى segment للنك الحالة مو اذا يوم اخدتوا الليفر قال الليفر تنقسم الى segment تقريبا هي 8 segment اللي كلها شغالة برضو نفس الكلام يمشي على اللنك هذا يروح الى segment الright عندنا 10 segment والlift عندنا من 9 الى 10 segment هذا بالنسبة الى التريكيا بنتكلم الان عن الهيستولوجي حق المصل مو قلنا انه هذا كله cartilage الا تكملة الدائرة هو عبارة عن مصل المصل هذا عبارة عن 4 اجزاء ميوكوزا سب ميوكوزا فايبرو كارتولوجينيا سلاير والميوكوزا عبارة عن respiratory epithelium اللي تونقلنا اللي هو السب ميوكوزا فيها تراكيال اللي هي تطلع ميوكس اللي يسوي تراب للفورين بارتكل وعندنا فايبرو كارتولوجينيوس كدعم وسبورت للمصل واخيرا مغطية بادمنتشية طيب اللنك هي بيراميدل انشيب فاذا قلنا بيراميدل اكيد اقصد انه لها ايبكس ولها بيز الابكس رح يكون behind the clavicle للright والlift والبيز رح يكون toward the diaphragm اللي هو من جهة الحجاب الحاجز اللنك مثل ما ذكرت لها three loop الright و two loop للlift واللي سوى اللوب هذي هو الفيشرز في الright عندي two fischers oblique fischer وهريزونتل fischer اما في اللفت فقط فشر واحد اللي هي oblique fischer طبعا اللنك لها ثلاثة سيرفز السيرفز اللي طالع عندي اللي هو هذا هو الouter سيرفز اسمه costal سيرفز لانه من جهة الرب من جهة الاضلاع عندي الانفيريور سيرفز اللي هو من تحت على جهة ايش جهة الدايفرام فاسمه diaphragmatic سيرفز واخيرا عندي السيرفز اللي من جهة الهارت المفروض هنا يكون القلب فالهارت محاطب الميديستاين فالميديستاين فاسمه ميديستاين السيرفز طبعا اللنك سراؤند باي سيروس ممبرين كال بلورا which formed of two layer فيسرال وبرايتل وبينهم برايتل كافتي في صورة اوضح حين تشرح البلورا هذه اللنك في سيروس ممبرين يحيطها من two layer one layer two layer اللير هذي اللي هي من جوة من اللي أقرب للنك اسمها فيسرال layer أما الجهة اللي بره الجهة الأبعد اسمها برايتل layer والكافتي اللي بينها لو تلاحظون هنا هذا كافتي بينها اسمها بلورا كافتي طيب بالنسبة البرايمري برونكاي أعتقد أنه يعني تكلمنا فيها بشكل مفصل هذا هو التريكيا ينقسم إلى two primary والtwo primary تعطينا الright three secondary والlift two secondary وكل secondary تعطينا tertiary بالنسبة للإنترا بلمونري برونكاي والبرونكيولز في الهستوليجي تختلف تماما عن التريكيا التريكيا قلنا إيش قلناه سي شيء بكامل كارتلج ويكمل الكارتلج شوية مصر اللي همسكر الدائرة هذه أما في الانترا بلمونري لا لو تلاحظون قطاع زي قطع الكارتلج من هنا ويكملها مصر ففي أجزاء كارتلج أما البرونكيولز وهذا جدا 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 مهم النقاط اللي بقولها الآن هذه تكون ثابتة لأنها يعني تيجي في الأوسبي بشكل كبير جدا ويعني في الاختبارات العملية لازم تكون يعني موجودة أجيب لك صورة زي هذه ما فيها كارتلج ما فيها قوبلت سلز على طول تقول لي هذه برونكيولز ليش لأنه البرونكيولز رقم واحد لو نلاحظ هنا اختفى الكارتلج فنفس الكلام هنا نو تيشو كونكتف كارتلج بليد نو برونكيال قلانت ونو لمفاتيك أجريغيشن وأيضا نو قوبلت سلز هذه الأربع النو لازم تكون يعني حاضرة عندك دائم طبعا هذا هو البرونكيولز تكلمنا عنها بشكل كبير جدا primary secondary tertiary bronchi terminal bronchi طبعا البرونكيولز هي the smallest branch of bronchi إذا طلعلي برونكيولز أعرف اللي بعده خلاص راح يصير لتير من البرونكيولز اللي هي تنتهي بالالفيولاي فهذا هو الريسبايراتوري زون اللي يحدث فيه ال gas exchange فعندي هنا مثل ما هو واضح الريسبايراتوري برونكيول الالفيولار داكت الالفيولاي والالفيولاي هذه لو نشوفها هنا وجود فيها الفيولار داكت والفيولار ساك هذا هو يسمى الفيولار ساك ويكون ثن ليش ثن عشان يسهل الغاز exchange طبعا هنا الهيستولوجيك الستركتشر للفيولاي لو نلاحظ هنا مكونة من خطوط سميك رفيعة وخطوط يعني تكون أسمك منها شوي كل الرفيعة هذه عبارة عن تايب 1 نيموسايت والأسمك منها تايب 2 نيموسايت سؤال منطقي وإجابته أيضا منطقية من هو اللي بيكون مسؤول عن الغاز exchange منطقية راح تقول لي التايب 1 نيموسايت عشانها تكون رفيعة ولا يرأخف فتسهل الغاز exchange التايب 2 مسؤولة عن حاجتين اللي هو البلمونري surfactant اللي هو التوتر سطحي في توتر سطحي في اللنك لكن يمنحها من اللنك collapse أنه يعني تصير مشاكل في اللنك وأيضا إذا حصل نقص في 97 90 هذي من مية من التايب 1 تستبدلها تايب 2 طبعا هذا البلورة تكلمت عنه قلنا إيش قلنا مكون من two layer اللي من جهة اللنك اسمه visceral layer والجهة اللي بره اسمها barital layer وبينهم باللورة cavity طبعا البلورة هذه له recess وش هي recess هي الجيوب سي الجيوب عندي mediestinal recess والكوستوديوفراغماتيك رسيس اللي هو هذا هو هنا وهذا هنا وش تهمني فيه أنا كطيب مهمة جدا الكوستوديوفراغماتيك رسيس عساس إذا جاني مريض وأشك لا سمح الله أنه عنده fluid أو موية في الرئة ما هو بشرط أني أشوف كل الرئة هل فيها موية أو لا أو فيها fluid راح أشوف فقط الكوستوديوفراغماتيك رسيس إذا هو كلير فبإذن الله الpatient كلير إذا فيه لا سمح الله شيء فأعرف أنه حصل فيه fluid أو موية في الرئة طبعا هنا accessory muscle of respiration هذه أعتقد أكثر للفهم بتاخذون تفاصيلها إن شاء الله في السنة الجاي والسنة اللي بعدها طبعا main function of inspiration or main muscle of inspiration what is the main muscle for inspiration ديفرام what is the main muscle of inspiration ديفرام what is the main muscle for inspiration هو الدييفرام عدتها ثلاث مرات لأنها من أهم النقاط اللي ممكن تأخذها في هذه المحاضرة إنه الدييفرام هي عبارة عن 75% من الinspiration هذه العضلة يعني تأثيرها 75% من الinspiration ممتاز بالنسبة للaction مثل ما ذكرت يعني كفهم يكون كافية تقريبا إذا أخذت نفس وش تسوي أول شي إذا جيت تاخذ نفس اللي هو ذكرناه سيكونس اللي في بداية السلايدات نسوي فالدييفرام يسوي فيطلع عندنا للثروسك كافتي للقفص صدري يصير لزيادة وعلى العكس تماما إذا بسوي expiration هذه أغلبها للفهم عندنا اكسسري مصر عندنا انتر كوستل مصر وأبدومنا المصر ونك مصر الانتر كوستل مصر عندنا الانتر كوستل كذا على الأمام وميديالي اللي هو على جهة الميدل الانترنال أبليك عكسها أبورد فورورد برضو ميديالي فالإكستيرنال تحت والانترنال على فوق والإنر موست وبعدها الستيرنو كوستل نفس الكلام في الأبدومنا المصل لكنه بدال الستيرنو كوستل والإنر موست عندنا الترانسفيروس وأبدومناس وأنك مصل مثل ما ذكرت هذه أغلبها للفهم والقراءة نفس الكلام على الميكانيزم في بريثينج ذكرت الاسباريشن والإكسباريشن وكذا انتهت المحاضرة أي استفسار هذا هو الإيميل موضح أمامكم الله يسرموركم ويوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته